طيب لو أنا كأم أنا عالتيكتوك وإبني شايفني عالتيكتوك هل المفروض أبطل؟ يعني ألغي الأكاونت بتاعي وما بقاش أنا عالتيكتوك عشان أعرف أو أجيهه صح لأنه ده برضو سؤال هيتسئل يعني هل أنا عشان بقى أبقى عالتيكتوك فأنا مدياله تصريح كده اللي هو أوكي عادي إذا كان مامتك أو باباك قاعدين عالتيكتوك؟ هو أنا مش همنع بس لازم يكون التصريح ده مقنع لا أنا بقول رأيك أنت يعني ما أنا بقول رأيكتوك ما فيش مشكلة ما هو أنا لو أنا منعت خالص هيبع عنده شراحة زي ما قلنا للتطبيق أكتر لكن لازم يبقى مقنن أو أن أنا لو شفت تيكتوك غير لائق أنا لازم أنا أشوفيه بطريقة ظريفة أنا مش بتخانق معاه أنا بنأشو في سلبيات تيكتوك ده الأطفال اللي بتشرح إيديها دي كده هنا طب ده معناه أن أي تحدي هينزل على تيكتوك هم مستعدين جدا يجربوا لا طبعا ما هو إحنا بقى نبتدي نوعي وننبه وننبه أن التشريح ده ممكن يوصل نحن نقطع شريان نبتدي ندخل طوارق ونروح مستشفى يعني أنا لازم أنا بقول لحضرتك لغة الحوار مهمة جدا جدا لازم يبقى فيه فرايتي يبقى فيه حوار يبقى فيه إدخال رياضة معينة أو اهتمام معين أبتدي أشجع ابني عليه حتى في أوقات المدرسة مفيش مانع أن أنا أعمل يوم في الأسبوع أنه هو أوجهه الحاجة هو بيحبها والله أنا كمان يعني إحنا طبعا كل المؤسسات اللي في الدولة وكل الوزارات كلها بتخدم بعض يعني كلها بتخدم على بعض وبصراحة أنا بشوف فيه ملحمة من الوزارة دي للوزارة دي للمؤسسة دي فأنا بصراحة أنا هو يعني يعني بخاطب وزير التربية والتعليم أنا شايفة إن المدارس بقت صحية قوي وفيه بصراحة مجهود مبزول في كل المدارس أنا بحييك عليه لكن ياريت بقى كمان مننا كأمهات مش بس مزيعات ولا برامج كل ما يطلع تحدي جديد كل ما تطلع مشكلة جديدة تبقى في كل المدارس يعني يبقى فيه كده نشرة كده لكل المدارس اللي هو إجباري لازم تفاهموا الأطفال دي إجباري لازم هم بقى يبدلوها بتحديات تانية جوة المدارس تحديات حلوة زي زمان كنا بنشوف المسابقات في الأسئلة كان يعملوا مين الناجح أكتر قد تتعمل طبعا طبعا وفيه برامج قريدي كده دلوقتي والولاد بيبقوا ترندي فرحانين ان هم هيطلعوا في البرامج دي ومسابقات بتبقى على مستوى المدارس كلها والمدرسة الأكتر بيبقى بيها صلاحيات وجوائز ليه ما يبقاش ليه نحن تيك تاك لا تيك تاك تاني بطريقتنا كمصريين إيجابي يعني تيك تاك تاك جايلنا منين؟ من هناك طبعا احنا نعمل بقى تيك تاك تاك تاني وندخل بقى فيه الحاجات الحلوة الشباب الموهوبة في الرياضة اللي واخدين مدليات ما عرفش فيه وجود وكاراتي والله الولاد لو شافوا ان فيه أبليكيشنز وإيه المشكلة على فكرة هي هما بيروحوا لها عشان بيبقى فيه هدايا وفلوس وحاجات طبعا احنا ممكن رجال الأعمال في مصري فيه تحدي آه رجال الأعمال في مصري بهم السبونسورز بتوع الأبليكيشن ديت وبتدوا يدوا للأطفال دون هدايا يعني زي برضو الهدايا بتاعت تيك تاك ونصحب من رجالهم البصات شوية بشوية الكبار مناش علاقهم ما بيعملوا ايه بقى هم حرين في نفسهم لكن الشباب اللي في السن ده دي مسؤوليتنا فأنا بصراحة ياريت 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 نعمل ده في مصري يعني احنا شفت بالفعل تيك تاك كان طالب في المدرسة اخترع جهاز معين والحقيقة كان معمول تيك تاك عليه احنا عايزين بقى ندعم ده احنا عايزين التربة تبقى صالحة ان احنا نرجع تاني زويل جديد وتبقى هيا دي الترانز مش تبقى الترانز الألفاظ المخلة والعري الزائد والرقصات المخلة اللي بتعمل أعلى لايك بس لا احنا عايزين دايما حتى احنا دورنا كمرتادي للسوشيال ميديا لازم نعمل فوكس على الألعاب مش على اللعبة نفسها على الضرر اللي وقع على اللعبة دكتور شريم بشكرك جدا النهاردة نورتينا فيوح كأن